المسألة القطة الصودة المريه المكسورة الخرز الزرقه دقع الخشب شو رأيك بها الخرافات المتعددة؟ هلا دقع الخشب وهدي لا هدي معتقدات مش خرافات واعتقدوا فيها الفراعنة كان يلبسوا لون الازرق صحيح كلاد الزرقه ليه يلبسوا الازرق كان يخافوا من السحر ومن العين هن اكتر شي هن كان يعنوا الصحره هن اجتمعوا الصحره عندهم من ايام الفراعنة هن اهل الصحر هن وقت فرعون وقت النبي موسى ما هي كان انت عندهم والحياية عفكرة في شغلة كتير مهمة قصة الحياية لما هن عملوا الصحره حياية القي عساكا وهن كانوا عميين يعمل حياية هن عملوا حبال ظهروها للناس انه حياية هده صحر هده صحر شفوها الناس انه هي حياية بس هي كانت حبال طيب مشان هيك هلا اكلتهم تعالت النبي موسى مشان هيك صدقوا قالوا لان امريكا عملنا بربي موسى ما هي زدته حبال ما زدته بس انه صحرات بيت على شكل حوالي عينوها خلوك انت تشوفها هيك في ناس عندهم هادي الطريقة موسى حبال ايه بخليك تشوف الاشياء بيزحروك لقلك لتشوفها بهالطريقة هلا الزرقة ليش الزرقة الخرز الزرقة الخرز الزرقة لانه الكهراء العين الى كهربة كهربة العين لما بتشوف واحد لابس خرز الزرقة بتكسروا الكهربة العين ما بيعود تسيبوا للواحد مشان هيك اعتقدوا باللون الازرق والا انا بقول اللي ياكلوا قبر وهذا دحليل علمي يعني انه بترد الاشعاعات الايه دا الكهربة شغلا الثانية ازا انا كهربتي اقوى من كهربتك بسيبك بالعين يكون انا مسلا لا HAVE اقول له الحصت بمن عين امك و ابوك حتى الام والبي قاعد بتسيبوا الولد بالعين لان همن كلها عربت عينن قوية بكون ما اصدو لعين قاعد ما هو اكون اصدو الواحد يسيبه هاي الشغلاي شياغل الثانية اه اليش بيدقوا عن الخشب لانه الكهربة ضد الخشب إنه تقبوا الواحد بشيلوه من الكهربا، شو بيجوا؟ بالخشب. بالخشب يشيلوه. مشاناك بيقوا ع الخشب من العين من الكهربا. اا ولنا. ايه مشاناك دق الخشب. كي تعني اتفع كشي عن التمر انو ياكلوا تمر؟. ايه تمر صباح حبيه تمر. ايه على الريق يكلوها. يقروا عليها اذا بدهم قاية الكرسي بس يشيلو من شوال العجوية. ايه. ويحطوها يقر عليها سبع مرات قاية الكرسي يكلوها على الريق. بتعملهم سبذبات زرقه حول الجسم ببطل العين تخترق جسمه بترد العين ايه هاي دي هي وبعدين هاي دي بدي لنا ما بيعملوا بدي يكون عندهم ايمان بيا الله انه انه ارو عليها والطمر بقايا سيدنا ادم ابونا ادم صحيح وكمان الرمان بقايا سيدنا ادم الرمان مثل الطمر كمان بيقدر ياكله رمان له طريقته وقد قلت انا اذا الواحد بيحب حدا وبدو يا يرجع او شيوتي هيدا دايما نقول يا ودود الف ومية ويفتح كذر رمان وياكله لانه من الجنة هو بس ما يتركوا ولا حبه لانه ما يرميها لانه من الجنة سيمار الجنة صحيح ايه سيمار الجنة هن من بقايا كمان سيدنا ادم ادم بعدين بالنسبة للقطة السوداء بيخافوا مننا